طيب هنروح للتنس الارضي يعني دايما احنا منتبع اخبار التنس الارضي والتنس الارضي خرج طبعا نجمات كبيرة ونجوم كبيرة من نادي الاهلي فريق التنس الارضي من نادي الاهلي هيلعب مع وادي ديجلا وسبورتنج في الدول العام فريق الرجال هيلعب مع وادي ديجلا في ملعب وادي ديجلا والسيدات هتلعب مع سبورتنج في اهلي الجزيرة فريقنا استعد المطشاط دي كويس يعني بشكل جيد جدا عندنا وفرة من اللاعبات واللعبين من الناحية الفنية والبدنية احنا مستعدين فريق سيدات التنس كان فاز على الشمس في الجولة الاخيرة بنتيجة 9-0 مجموعة مباريات الفردي والزوجي وزي ما قلت حالكم التنس الارضي من الالعاب العريقة داخل النادي الاهل ويمكن النادي الاهل كان جنبه ونادي الجزيرة لو تفتكروا السنتر كورت والبطولات العالمية اللي كان بتعامل عليه فالحقيقة التنس احنا لدينا تاريخ كبير جدا نتمنى ان شاء الله انه يرجع تاني على يد المصريين ليستحقوا يكونوا لجوم هذه اللعبة